اهلا بكم المرات اللي فاتت احنا اشتغلنا على الاركيد دوت وبرمجنا بيه او عملنا بعض الالعاب بيه غال الاساسي بتاعنا هو ان احنا نفتح الباب ونبدأ نشتغل ونبدأ نشوف حاجة دي ده لكنه مش هنكمل فيه احنا هنبدأ نشتغل بشكل منهجي وبشكل منظم عبر حاجة اكتر شوية يعني هنفهم فيها اكتر ونشتغل فيها اكتر وهي عبارة عن المايكروبيت فالمايكروبيت دوت هو اللي هنشتغل عليه تمام الدرس دوت هيكون درس تمهيدي بشكل كبير نفهم يعني ايه المايكروبيت ونفهم يعني ايه ايه المنهج اللي هنشتغل عليه ويعني ايه الطريقة اللي هنشتغل عليها طيب انا عايز اعرف ايه هو المايكروبيت طيب المايكروبيت دوت هو عبارة عن دفايز زي اللي قدامك ده عبارة عن كتة قدامك أو عبارة عن حاجة إلكترونية قدامك فيها مجموعة من الليد ومجموعة من الزراير فيها أجزاء للتوصيل البطارية أو الحاجة اللي يشتغل من خلالها فيها جزء هوت أو سوكت خاص بالتوصيل بالكمبيوتر طيب يبقى مايكروبيت دوت هو عبارة عن حاجة ديفايز عندك عبارة عن هاردوير حاجة تقدر تشوفها حاجة تقدر تمسكها لكنها تقدر تبرمجها يعني إيه؟ يعني أنا البرمجة بتاعت المرات اللي فاتت كنت أخذها وأعملها على الكمبيوتر لكن المرات دي ممكن أخذ الحاجة اللي أنزلها عندي وأعملها وبرمجها أخذها وأنزلها على مايكرو أو حاجة أو شب زي دي حاجة هاردوير تشتغل من خلالها زي مثلا لو حضرتك عندك مثلا الكمبيوتر عندك فالكمبيوتر عندك نفسك طريقة تروح وأخذ برمجة وحطتها على جزء هاردوير جزء عندك تقدر تمسكه يقوم بدور معين كتير جدا بتشوف أجزاء ممكن مثلا لو عندك لعبة مثلا بتنور وتطفي نفس الكلام بتاخد البرمجة تحتك وتحطها على الهاردوير نفس الكلام على الجزئية دي بس الميزة في المايكروبيوتر دي إن أنا ممكن أبرمج بها كل شوية يعني ممكن أغير البرمجة بتاعتها وتتغير وتشتغل معي طيب المايكروبيوتر دي أنا هشتريها من ماذا؟ هي موجودة سعرها حوالي 200 جنيه دورت عليها أونلاين يعني ما اتهاج بشكل كبير من موجود في مصر طيب هنعمل ايه وهاجبها ازاي واشتغل عليها طيب يعني بدل ما أنا أروح أشتري البيكة بتاعت دي أو رح أشتري الادفايز اللي عندي دوت اللي هو مايكروبيوتر لا ممكن أعمل البرنامجي هنا هوت وأروح يشتغل عندي على المحاكي اللي مماثل لي المايكروبيوتر فده ممكن نعتبر الجزء الهاردوير وده ممكن نعتبر الجزء السوفتوير ويبدأ يشتغل عليه عادي جدا من خلال السيمولياتور أو المحاكي اللي موجود معنا وده يقدر بشكل كبير جدا ييصر عندي الشغل ما قدرش أروح أشتري البيكة أو ما قدرش أروح أشتري الادفايز دوت لا قدر برمجي هنا هوت ومن خلال البرمجة بتاحتي يقدر يظهر لي على المحاكي حلو طيب السؤال اللي بعد كده في الواقع بقى لو أنا عندي المايكروبيوتر دي والدفايز بتاعي دوت أو الجهاز بتاعي دوت ازاي ممكن أنقل البرمجة بتاحتي اللي موجودة هنا هوت على الجهاز دوت تمام؟ يعني دلوقتي أنا برمجته إزاي قدراني البرمجة ديت وأنا عندي الجهاز دوت عملي يعني عندي الجهاز ده على أرض الواقع ماسكه في إيدي إزاي لأن البرمجة بتاعتم هنا لهنا طيب هنشرحها لأن نديتي أمرة واحدة بس هتشرح لأن احنا غالبا مش هنشتغل بالهاردويل اللي مش نوجوده عندنا طيب ببساطة بص البلوكس اللي انت عملتها دي تمام؟ البرمجة اللي انت عملتها وإحنا نشتغل من خلال البلوكس عندنا بتبدأ تتحول عندك لحاجة اسمها جافا سكريبت زي ما انت شايفة دوست هنا هوت زهرت لك الجافا سكريبت بالشرح بتاعها دو طيب الجافا سكريبت ديت بتبدأ تتحول عندي إلى حاجة بيسموها الهكسة الهكسة ديت اللي هي سفر وواحد طيب زي ما انت عارف ان الجهاز عندك بتاعك الكمبيوتر اللغة اللي بيشتغل بيها هي بيشتغل عبر السفر والواحد والبرمجة اللي بيجي لي لغة الماشين بتاعتنا ولغة الجهاز اللي عندي بيبقى السفر والواحد فما انفهمش هو الشغل التاعي دوت طرحاتك لو دوست هنا هو داونلود تمام؟ هتلاقي ما يعمل داونلود عندك زهر شوف بيقولك ايه ضد هكسة الهكسة دوت تمام؟ بدأ ينزل عندي دوت وهو خاص باللغة الماشين او لغة الالة او لغة الديفايزات اللي موجودة عندك يا سفر والواحد زي ما انت شايف ان هو بيبدأ يقولك اعمل كوننكت يعني اعمل توصيل ما بين الجهاز الكمبيوتر اللي عندك والديفايز بتاعتنا اللي هو المايكروبيت بعد كده بحرارتك بتبدأ تنقل الديفايز بتاعتك او بتبدأ تنقل ملف الهكسة اللي عندك بتروح بيروح لي الديفايز اللي موجودة عندك ويبدأ يتحرق عليه يبقى كمان مرة انا ما بعمل برمجة بيبقى اول حاجة عندي اشتغلت بلوكات بلوكات دي بتتحول لشافة سكريبت اما ببجوز ده واللود ده واللود ده هو بيبدأ يحولهولي ليه ملف هكسة ملف هكسة ده هو حاجات مكونة من سفر وواحد بوصل الكمبيوتر بتاعي بالديفايز اللي هو المايكروبيت اما وصله بابدأ انقل ملف الهكسة اللي عندي لو موجود عندي هاردوير بتاعي بابدأ نقله لو جينا نشوفه برضو بشكل عمل شوية هبص هنا هو هتلاحظ ان فيه كابلة هو ده عندي الحاجة بتاحتي بابدأ اعمل امبورت للحاجة بتاحتي وبعد كده بابدأ ارفحها زي ما انت شايف هبص هنا هو اهوت اهلك الوصلة دي شايف الوصلة دي هي الوصلة اللي وصلة بالكمبيوتر بتاعك والمايكروبيت اللي عندك ويبدأ ينقل ملف الهكسة عندها يروح موديها للشغل بتاعك او يوديها للشغل بتاعنا تمام بعد كده بتبدأ تشيل السوكت دوت خالص تشيل السوكت اللي وصل به او تشيل التوصيلة دي اللي وصله بجهاز الكمبيوتر ويبدأ يشتغل عندك خالص يبدأ يشتغل لوحده بدون اي حاجة ويبدأ ينفذ الكود او البرنامج اللي حضرتك عملته من اللي انت عملته بالمايكروبيت اللي شفنا تمام يبقى دي ببساطة ازاي نقدر ننقل الجزء الخاص بالبرمجة اللي عملتها الى الجزء الخاص بالهاردوير اللي عندك او الدفايز اللي عندك او الكت اللي عندك من خلال الوصلة بتاعتنا وده غالبا مش هنستخدمه بس لازم نعرفه عشان لو مثلا روحت انت جبت البكة ديت او جبت المايكروبيت ديت وقلت ده نعمل اشتغل شغل عملي واشوف الحاجة قدامي فتبقى فاهم ازاي بتشتغل تمام الخطو اللي بعد كده هنبدأ يتعرف اكتر على الحاجة اللي احنا هنشتغل عليها برمجة تمام زي ما انت شايف الشغل بتاعنا ان شاء الله هيتم على المايكروبيت دوت الخاص بمايكروسوفت وهنديك اللينك المايكروبيت دوت خاص بشركة مايكروسوفت اي حاجة عاملها للتعليم البرمجة واللمبتدئين انا اخترتها بالذات لان فيها جزء هاردوير وجزء سوفتوير ودوت هيسر بشكل كبير علينا عملية البرمجة والشغل بتاعنا زي ما انت شايف بردو الحاجة السهلة بردو ان هو هيشتغلك بالبلوكس البلوكس دي هتكون موجودة عندنا وهنبدأ نشرحها واحدة بواحدة وهي لازمة كل واحد فيها تمام؟ عندك هنا برضو تكتشف ان فيه هنا الاسم بتاعك ممكن تحطه الدولول عندك اما حب حول حاجة زي الهكس دي سيما اللي انا قلتلك عليها او الهكس اللي عاوزين نحولها عليها تمام؟ طيب ايه المنهجية اللي احنا هنشرح من خلالها الكورس دوت يعني هنمشي كده بدمغنة؟ لا مش هنمشي بدمغنة احنا هنمشي بمنهجية معينة شركة مايكروسوفت منزلة زي ما انتم شايفين اللي نشغلها علي دوت منزلة الكورس بتاعنا هيمشي عبر السيكوانس دوت او عبر الترتيب دوت هنخش في الـ هنخش في الـ هنخش في حق كتير جدا وهنبدأ نشتغل عليها واحدة بواحدة بالترتيب ونبدأ نشتغل عليها ونبدأ نعمل مشاريع ونبدأ نشوف الشغل بتاعنا فالكورس بتاعنا ان شاء الله هيكون مرتب وشغال عبر الكورس اللي منزلها شركة مايكروسوفت بس طبعا انا هشرحه باللغة العربية وهنشتغل معاكم باللغة العربية مش هنشتغل بالانجليزية انا بس همشي على المنهجية اللي منزلها شركة مايكروسوفت وهبدأ اشرح انا من خلالها بطريقتي والاسلوب بتاعي طيب ده ببساطة الدرس التمهيد بتاعنا عرفنا يعني ايه مايكروبيت عرفنا يعني اين وصل البرمجة بالمايكروبيت عرفنا ازاي ان شاء الله هنبدأ نشرح الكورس بتاعنا ونشتغل واحدة بواحدة طبعا لان الجزئية الهاردوير مش هنشتغل عليه فنشتغل زي ما قلت لك على الجزء خاص بالمحاكي او السيميوتر بتاعنا في النقطة برضو عايز ننبه ليها ونقطة مهمة برضو انك لازم تختار اللغة انجليزي يعني بتخش انهو بص شايف الترسي ده تخش عليه هتختار language او هتلاحظ عندك اللغات لازم تتأكد ان اللغة عندك انجليزي لو زهر لك اللغة العربية لازم برضو تحولها الانجليزي لان انا مش عايز المصطلحات بتاعتي وانا شغال سواء لوبس او سواء الكلام دوت مش عايز اخليه باللغة العربية عايز اخليه بالانجليزي لان البرماء كلها باستخدام اللغة انجليزي فما ما اقدرش اخليها باللغة العربية وعايز يتعود من الاول معي على المصطلحات شكرا لكم ده الدرس التمهيدي ان شاء الله هندقى انشتغل زي ما قلنا في المنهجات تاعتنا ونشتغل بالكورس شكرا لكم ياريت الناس تعمل لايك ويديو سبسكرايب ولو اي حد عنده موجود عايز اضيف ناس ويبدأ اشتغل معانا تحت امركم شكرا لكم